ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله الصراعات المكشوفة في أعلى هرم السلطة ومر النظام الجزائري إلى السرعة القصوى في حملة العداء ضد المغرب إذ لم يسبق في تاريخ العلاقات بين البلدين أن استخدمت وسائل الإعلام الرسمية بهذا الشكل المفضوح من قبل جنيرالات قصر المرادية ما دفع متتبعين كوتور إلى دعوة الدبلوماسية المغربية للاحتجاج على حالة الإفلاس السياسي التي وصلت إليها الحملة الدعائية وذلك عبر استدعاء الخارجية المغربية لسفير الجزائر في الرباط وعرض التلفزيون رسم الجزائر شارط فيديو يظهر شخصين يدعيان أنهما من جنسية مغربية ويقومون بتهريب المخدرات إلى الجزائر وهو المشهد الزائف الذي كذبه جزائريون بأنفسهم وأكدوا أن الأمر يتعلق بجزائرين لا علاقة لهما بتهريب المخدرات ومعروفين لدى سكان عين الصفراء بولاية النعامة الجزائر وكالة الأنباء الجزائرية رسمية التي باتت مختصة في ترويج الأخبار الكاذبة ضد المغرب دبجت قصاصة من وحي الخيال استنادا إلى مصادر إعلامية من جبهة البوليساريو الإنفصالية جاء فيها أن 170 جنديا مغربيا تم تقديمهم للمحاكمة العسكرية في المغرب بسبب رفض البعض المشاركة وفرار البعض الآخر من الحرب في الصحراء التي اندلعت في الثالث عشر من نومبر الماضي ويرى المراقب أن المنعطف الذي دخل فيه الإعلام الجزائر الرسمي من تشويه للحقائق بطرق بليدة يستدعي احتجاج الدبلوماسية المغربية للتحذير من خطورة الأمر ووضع حد لهذه الحرب الإعلامية رسمية الكاذبة التي يرعاها النظام الجزائري ولو تطلب الأمر القطعة الدبلوماسية بعدما أظهر العسكر حقيقة حقده على المملكة وفي العادة لا ترد الدبلوماسية المغربية على ما يصدر عن الجار الجزائري إلا في الحالات النادرة وكان آخر استدعاء للسفير الجزائري بالرباط في يونيو الماضي عندما صدرت تصريحات خطيرة عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية اعتبر فيها أن القنصل المغربي بوهران ضابط مخابرات عينة لأسباب أخرى وكان رئيس الحكومة سعد الدل عثماني أكد أنه لم يؤيد أي بلد في العالم أعمال زعزعة الاستقرار التي قامت بها الجبهة الانفصالية في معبر القرقارات باستدناء الجار الجزائر وشدد على أن الجزائر جندت الأجهزة الإعلامية رسمية لنشر الأخبار الزائفة عن الوضعية في الصحراء المغربية في إطار حملة ممنهجة يتم التصدي لها واحتوائها عبر الصحافة الوطنية والجهاز الدبلوماسي المغربي نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب